السلام عليكم أصدقائي وحبائي على قناتي سنان صالح شيف سنان عبادي اليوم سنسوي لكم خبز عراقي خبز عراقي طبعاً في أوروبا لا ينجح لدينا وكل دول لا ينجح لهم فاليوم سنسوي لكم تجربتين وبشغلتين سنسويهم فعلا خليكموا معنا أول شيء أعطنا طحين هذا الطحين أبيض صفر وهذا الطحين أسمر ما معنى أنه أسمر ما معنى أنه أبيض الآن جئنا على الطحين أشرح لكم بشير الحباية مالته هذا الطحين طبعاً هالكتاب مالتي مالطبخ اللي درست بي بألمانيا جيد هنا هاي الحباية عندنا الطحين الصفر معناته فقط هاي هاي داخل الحباية فقط هاذا اللي مستخدمي احنا الطحين اللي بيهاد تشوفوا الأبيض هذا الصفر أما الأسمر يكون الحباية كلها ما أخذيها من عدد يعني هي كلها مطحولة طب هاي الطريقة مثل ما موضحة هنا شوفوا تنزل حباية مالنانة ما جروشها مالنانة هذا الطحين الصفر الأبيض أوكي وهذا هنا القريس اللي هو السيميد ينزل منا المصفي وهذا المصفي يجي ويا القشر فهي تشي يتقسم الطحين هاي المطحنة مالتب شي مصاخر وهنا عدنا الطحين الأسمر يكون فيتامينات أكثر بيه يكون ليش الانخالة تعرفون يعني بها فيتامينات هميا هنا عدنا فرق بين الطحين الأبيض والطحين شوية حاطيه لها خالة هذا الطحين الأبيض الصفر شوفوا شو نطلع السموم مالته أما الخالدين بيه شوية خالة ضايفينه شوفوا شو نطلع فهذا الفرق بس دا اوضح لكم ياه طبعا هاي شو بتترجيب قبل سنة خرجتاني تقريبا فكانت أيام حلوة عشيتها وتعلمتوا هاي من درسة الطبخ بألمانيا خليكم ويانا خنكمل فيديو تكون بعد معلومة هاي ويا الخمرة وهاي بدون خمرة شوفوا شون فرق الخمرة المهم فالمكونات الآن حالية رح نخفض سوية ونشوف شنو اللي يصير يعني اول شغلة حفظوا عدي هاي اثنين واحدة شبيرة واحدة صغيرة الشبيرة رح اخفض بها نسوي جملتين والصغيرة رح اصوي بها طحين فقط الأبيض هذا طحين الأبيض بالصغير رح نقض هذا الطحين أبيض بيكن باودر واحد هذا البيكن باودر شو سوي ورا نجيب خمرة خمرة سريعة هاي شو سوي نجيب بعد ملح الملح وينه ما دروا نحطها نجيب هذا الملح شو سوي بعد عندنا هنا صودة بيكربونات صوديوم او صودة صحولة نجيب المي حطينا مي مي دافي هذا حطيت رح اخلطها هليكم معنا الزقائي هسه كمنا شوف المي سيكون لا قوي ولا خفيفة ويعني واصف ومن تشوفه ملمسها صار ناعم معناتها زيادة لما ملمسها ما صار ناعم معناتها بعد يرادلها عجن فظليت تقريبا عش دقة تعجن بيه هاني وهسه مالحا نخمرها فقط اخطيها وتركها على صفحة نحطها على صفحة نجيب هنا هاي هاي السفة العجنة الثانية صفحة العجنة الثانية نحط هذه السفة نجيب هي السفة الصفحة الأسمار فماذا عندي احط. هذا الاسماء. والله بصراحة بدي احط مهد قلاسها بيض. على مولي يصير ثلاثة قلاساتها بيض. جزين. نجيب خمرة هنا انا عدنا. نفتحها. نحطها. ونجيب عندنا ملح. وهسه نجيب مي. ماكو قياس اليه. نجي نحركة نجي نشوف السماكة ما تشلو. نجيب. هسه العجينة صارت عد زينة. وهسه طبعا انا اجيب اغطيها بس ما خليها تختمر هنا. عاجزة تريد خليها تختمر بس هذا شغل وتعب زايد. طبعا الريد يلزق النايلون يحط شوية بالاطرافة بالماء ويخليها. يلزق على السرعة لكم. المهمة هنا نجيب عندنا. مثل ما تشوفون وصل. اهم شيء لوصل. تحطون شوية رشة طحين خفيفة. مو تخلونا هواي طحين. على موض لاي يصير طحين من جاو. طبعا تعجنوها بالزيت. ماكو داعي تجيبون طحين. حتى تلوصون مطبخ كله ويصير مطبخ كله طحين. فماكو داعي هذا الشيء. بالزيت احسن شيء. مثل ما تشوفون. طبعا ماكو داعي واحد يلبسوا كفوف بالعجين. ومثل ما تشوفون داعي ساوي البيتاني. ما داع ساوي لأي واحد. في بهذا الشكل شنقناهن خلصناهن. شوف شلون. أسا خليه ترتاح. هنا راح تختمر خليهاني. وشوية رشة ايضا على موت شنو ليبس من فوق. ايضا. هسا. نلجا على العجينة الثانية. نجيب ايضا زيت شوية. ونخلي نشنقها بالزيت. احسن ما شنقوها بالطحين. حتى نظافة شوية اكثر. ونتوصخوا المطبخ. المهم. فشنقناهن هنا. طبعا تشنق كل واحد وطريقة الخاصة. ايضا يجي يشنقون. ولو يسرع ثاني على موتكم. زيان. اهنا لي ما عنده وصلة. يقدر بيتشيس نايلون ايضا يسويها. لبسها من الطرفين ويتركها. هسا تعالوا على الفرن. زيان. هسا حطينا العجين دا يختمها. شو نسوي احنا. نشغل الفرن. شوفوا. اجيب هاي الحجرة. هاي الحجرة عدي. كاشية. استخدموا. طابوك حطوا. اه سيراميك. شدريقون حطوا حطوا. كل يصير. حطيتها نايل. اعلى شيء من فوق. زيان. شا سلوا بعد. حتى التجربة ماتتي. اذا راحت ما عندها حجرين. شي سوي. اجيب هذا. صينية و الفرن. راح اقلبها بهذا الشكل. واخي ايضا نحليها جوة. نسد الباب. نشغل عليها الفوق وتجوة. على اعلى شيء اتكم الفرن. اوكي. فان راح اشغل عدي. Technology مثلا ناعلش اعدي. هؤلاء الزقائي. الزقائي. اختمر عدنا بيش لا ينبلك. بلا بيطلو بالاسمار. اوقفوا. قال قال اقل يا عمي حسن واحد عشرة. واحد اثنين ثلاثة اربعة افنا ستة سبعة ثمانيت تسا عشرة. والذي انبلك. اوكيي. الاسمر. اجيب الى المخدى شون سويناها. شو رشدات الان هنا. بس ستعاخر بكم شون سويناها. نجيب مخدى ما الصالة طبعا هاي. لابستها جيش على مدلة صغر بها طحن لين أريدها استخدامها مرة ثانية أو ما شهي فرق الهواء من عدها ألبسها وجه مال مخدة وتردون الشدود سووه مثل بغجة مثل ما لجحة ها ها البغجة هاي مال ما لجحة في المهم سونا البغجة نشدها ونروح لين حي يوسف تريدها المخدة هو ما سوى كل طحن راي تورط هنا شنسوي نجيب العجينة نفرجها ونقلبها على وجه الثاني ونضع لها هسا سمسم شوفوا وبهذا الطريقة شوية خربوا سين ثلاثة ونضعها على المخدة يكملون الباقي على المخدة بس الجوية جهة مع السمسم ينضع على المخدة وجهه مع السمسم اوكي بتجيبون وصد هذا شف ما الحرارة بتجيبون وصد تضعوها شو سوى ها ها نفتح الفرن هاو يطلع جلبايكم نسخلها شوية شوف هاي موجودة عدنا اه شوفوا 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 درجة الحرارة 300 عندي شراح سأشغل هسا بس الفوق حاليا نطاق الصغير لا نطاق الكبير اريداني هذا اخلي هسا بس الفوق حاليا اوكي ودرجة الحرارة على شي بس نفتحها شوفوا شوفوا لينة شو سأشغل اهنا نطيكم ملاحظة صغيرة لما تضعوا النسم شوفوا شون بها الطريقة شو سوى تجيبون على اطراف تدوسون اها يظل من فوق بحيث عالية صرعتكم بالنص صير مثل الجبل ليش حتى لما تخبزوها بهذا الشكل تنفتح من النص عدكم والاطراف تضلينا يعني مستوى واحد كلها مثل ما يقولون اوكي وهسا نكمل شوفوا شون طلعت خبزة الا رهيبة طبعا الفرق على الحجرة الحجرة رأسا شون ادنا خبزة تنور احنا رأسا اتبق بقعدنا صور كلها فقاعات على السريع طبعا هاي شوية هنا من اه الله غلسوا تغلسوا اوكي المشكلة ما سيطر عليها لما اصحبها وارد اضربها هذا ما سيطر عليها شوية صعبة تصير نلازمها هسا شا سوياني المهم اذهب على تجربة الصينية اوكي شوف الصينية شلون ايذن تطلع رهيبة اوكي الصينية شلون تنور مالتنا تنور العادي الحديد عرفوتو هم حديد فنفس الشي يطلع اما بالحجر يطلع شوية فقاعات اكثر بي بس هي نفس الشي بصراحة شوف شلون بس هذا الفرق الفقاعات هو الفرق بيها وهسا نجي على العجينة الثانية هاي العجينة اللي سويناها حطنا وياها صودة اوكي نفس الشي ايضا نفتحها به الشكل ونحط شوية سمسم عليها بس مثل ما قلت لكم لما نحطوها السمسم يكون على المخدة على وجه المخدة طبعا السمسم لازم يتحمر ها على فكرة حسبوا حسابكم طبعا كل ما شوفوا بنضربها تجي شوية على الحافة مال ايدي اليوم ما قدر دخل البخدة جوة وشوفوا شونت بقبق عيني هاي بداخل الفرن هسا نطلعها طبعا شنو لينة وطرية وكل ش طبعا اذا استعملتوا على فكرة طحين واحدة ابيض بدون بيكن باودر بدون صودة يطلع لكم يابسة حسب واسابكم اوكي لازم تستخدموا الطحين الصفر الابيض اما اليويان خالة حطينا يعني شوية اسمار حطينا وياه لا هذا بدون بيكن باودر يطلع لينة وياكم نفس خبزنا مع العراق بالضبط نفس الحالة شوفوا هنا طبعا هاي كلاوات هاي شداء سويها ماكو اي داعي زين هاي شنو هناك بالعراق نسوي بسنة ماكو داعي طبعا ميشتغل بالفرن على الفكرة اينا حسب واسابكم ميشتغل وخبازهم ميان مطاعم العراق طبعا اه اه شيفاني بعاده وكلش لازم اعرفاني شوفوا شونت بقبق على الحجرة هذا قصد عليها شوفوا هاي الابي هم هالي والله لازم تسوي ها على رمضان هاذا يفيدكم كله زين هسا شنسوي نجيب ونطلعها وشوفوا ايش لونها شوفوا شون يصير بيع شوية على سامار تتحول ليش لان الصودة والبيكن باودر يسويها على شكل سامار الصودة هو بس بنفس الوقت طعمها يعني غير شكل ونعجنا ايضا نفس الحالة طبعا على الفكرة السمسم لازم يتحمص يلا ينحط مو تحطوا السمسم هاي شعادي مايصر ترى لازم يتحمر يتحمص قصدي يلا حسنا شنسوي نفس الحال نجيب وايضا نخبزها يلا وينيش ايه خبزناها حلو طعم مالديش مايقعدت نخبز بالنص عدي دائما اللو بصام حالو بجسمه بس يلا المهم النتيجة حلوة مالتك شوفوا شون تبقبق هلا شوفوا حتى من وراء مالتك شون زين هذا قضي عليه النفاخات اللي تطلع بيها زين وطبعا لازم خلوه بشيس نايلون على مو تشينو تحفظ بحرارتها يعني الظل اللينة اللي انت تعرفون انتو هس الخبازين نروح نروح نشوف نشتري من خبز يداما مغطيها هو مالتك لن يضرب هالهواتيب بس عندنا وهسه هنا نجرب تجربات الصينية ايضا بالخبز الثاني حتى طبعا شوية الفيديو طويل صار عليكم بس لازم هيك يسوي لكم يا تجربتين يصير عدي الفيديو اي مو تتعرفون لان هواي ناس يعانون من هذا الشي انا ادري بيا بس عذروني فازدقائي داما اقول لكم عن فيديوهات شوية طويلة بس اه انشاء الله مستمتعين بيها واتمنى شوف تعليقاتكم وبرمضان لا تنسون بس شوفوا الصمون شوفوا 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 شونة والله فاتشي فاتشي لازم تسوي كل السهل وما ياخذون نوقت اي شي من نوقتكم نهائيا ولا تنسونا برمضان ها يعني اني مستعدلكم استعداد تام هلا شوفوا شوفوا شون عجليلكم شوفوا طبعا هاي بالصينية شوي اكبر لان صينية شبيرة سيطر عليها وخفيفة لما نسحبه مثل حجرة ثقيلة فبس يعني شي على شي الحجرة مو كلش مهمة بالنسبة للصمون اوكي وبللها تنسون العالي دام الشغلون بس الفوق الشغلو على العالي بعد ما حمى طبعا الفرن كله بصورة عامة شوف شلون طعا هنا شنو حارة صارت شوف شوفت اقلبها من هنا يلا لك يلا عيني ايه اهو شوية شفت حبيدي يلا صارت حارة ايدي يلا دخل الفرن على السريح شوف استعجلتنا استعجلت شوية صارت حارة الان يومي بصورنا هذا سماعي غيربت يلا هم مثل ايدي انتوار طبعا سوف أقول لا يسحبه من هذا الآن اعلمون انترو وهذا يا اصدقائي اضاركم يا يوسف اضاركم هل تريد أن ترى الخبوس؟ الآن ما سوف نفعله؟ نحن نفعل الخبوس هنا هذا ما أعرف أنكم تفعله الخبوس بصراحة مظهر يبدو أنه لا يزال لا يزال لا يزال غير الخلطة نعم غير الخلطة ترى هذا الون هذا يبقى كثيرا بيض نعم ما برمغتنا نعم هل أنت بيت لاني يستطيع المزيد ليس هايا ليس لديك الكثير من الأول جميلة مما على قلبي مهلا شبه مهلا ماذا يجب عليها سهلا نغصى و نغصى و كيف يجب عليها و كيف يجب عليها جيدا جيدا ماذا يجب عليها جيدا تبعدني ماذا عن فرق الطعام مع الق cuerpo con السمار هذا فرق ن Sing أداني السمار ماذا عن فرق هذه الكشنة اسمع stabbed ب Delaware والصودة. شوف هذا اللون يصر على صفال شوية لأن هذه الصودة هي تساوي بيكين باودر. هذا فقط طحين أسمر الأبيض وثلاثة كواوية والنص كوب الأسمر تشاني ويا هذا. وثانا هم بسمسم. بس هذا فرق ويا بيكين باودر والصودة. نفس الشيء ونفس الطراوة. بس هذا تحسوا ما تخوزنا. شفتوه. يعني هذا صحيح يجب أن تشعرونه بش بش. يعني تشكر كطعمنا على نفس الشيء. بس هذا تحسوا عبرك. خبزنا خبزنا. خبزنا والعلاق. خائلو. اليوم أصدقائي شفتوه. عرفتو شون الفرق. فنقول لكم دائما لا تنسوا الاشتراك في القناة. والله اشتراك في قناة زوجتي. لا ربو الخبز كلش طيبة. اشتراك في قناة زوجتي. رح تلقوها بصندق الوصف. نهاية الفيديو هذا مربعاتين ستطلع لكم هسا. اشتركوا بالسناف هماتي. والانستجرام نزل بها شغلات اليومية فعالي. اسنام هادهم حاخذ لصورة وحنزل بالسناب. بالسناب شار. والي بالنسبة لي الانستجرام والفيسبوك. عندي بيش في فيسبوك والانستجرام. أتمنى كلكم تروحونا وشاركون على مدل نزل المقاطع كاملة. عندنا ما أحب أن نزل مقاطع صغيرة صغيرة بالانستجرام. فأتمنى تروحوا كلكم تشتركوا بي. رح تلقوها سب نهاية الفيديو ايضا الانستجرام هماتي. يلا معي بسلامة. بي باي.